ريحة رمضان على مذيك فهم مموار 2008 أنا ميليجي نعطيك بالذات من اللي أنا نعمل فيه في التياتر وعن توفيق جبالي نعرف دالي ولوليد تعرفنا ببعضنا دايور ستي وينبوند كسوا دالي ولوتفي نهدي وذات لقاءات من وقتها أنتي دخلت جديد عشال القديمة طبعا أنا جديد عشال خالت مغروم وقرأت وخليتوا أنه يدخل جديد جديد طبعا دمي لويت معاش جديد وهو اللي التياتر والفضائيات الثقافية الخاصة تخرج في ممثلين لابروف تسنية وعمناول منهم خالد منهم برشة ناس دي التالون خدموا فضاء ولا ثنين معانيش برشة معانيش برشة ما ليه تخلقوا معانيها غازي زغباني فضاء صالح حمودة توفيق العايب صحيح معازلي كديري ومهمين ليس الفضاءات عليش المخزن 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 انا عمت الباك ما عنا الحق في اربعة ما كان شاكل الخضر ولا بيض ولا زرق عنا الحق تكتب اربعة مينموم اربعة جامعات الاربعة كتبتهم لبسي واو هكا عليش خاطر الريسك متاوين نجيبها اما الريسك متاع تصير غلطة ولا موظف قلت يتبولد هكا يتعوج عليه قلت شنو الماكس بوش يرفضوني يرجعولي اما لربعة كتبتهم معت صحافة وربعة عام ومهمنيا خاطر ما نيش متخيل حياتي نجي ونعمل حاجة اخرى معتها سادي بون نحكي بتوب شوي بشوي على جديدكم محمد علي انتي مكش حاضر سنيما في الاعادة تتذكر ثلاثة شرق بر رمضان تقريبا كمان جيت سليما عودة المنيار عطر الغضاء بليل تشك نجو من الليل عندها زي تشوف لي حل دونك تتسمى متقلق تتسمى اكثر مرة نظهر في حياتي في التلمزة جي استمع معاشا غليبا مبكري نسمع في فتحي نحييه هو مروح لدارو تحيي الفتحي لديوك في مواضيع القطاع وسمعته معاك في الحسام تاعك هو انه الاعادات ما سا بنعود وننخلصه مش كيف الكاشيلو لاني هذي دروا ديماج يعطيني 100 دينار على الحلقة هذي في العالم موجود يعني كل العالم هما في الدول اللي فيها قوانين مرسخة ما فماش اعادة مغير ما مش ممثل فقط ترهو كل المشاركين في العمل كل المشاركين حتى معناها السائق للسيارة يمكن احنا ما نعرفو دروا ديماج يمكن ما نعرفوش نيكو سيناريست في تونس هو في الاعادات يخلص خطر وعرف يناقش الكنتراتي انا نحكي مع عندي هذي ما يخلص في زملين في العام يعانش بيه اعطيني 600 معناها على البرانسيب مش على الفلوس والله المرة اللي فاتت نحكي انا ووحمد الحفيان في التليفون قال لي عندي اعمال قاعدة تعدى في ايتاليا ويتعاود واترافير ديشين من ايتاليا وكل مرة نرقى يتصاب لي معناها ديركتور مرة في اوتيل مرة في اوتيل البرة المدير قال لي حتى الموسيقى اللي تسمحها في الأسانسور يكتبوا ليستة يومين ويبعثوها الموسيقى اللي انت قال لي تسمحها في الأسانسور اللي يتفدد عادة قال لي ويخلص عليها وندفع عليها فلوس مش كما بايرم مسكين بنديرمان خكتب استاتو على شركة ولا حسلوا اوتيل ولا حاجة اعمل السبوت وحط الموسيقى متاع ومغير ما شاورو توا توا هذه اي 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 بيسور فلا يرحم والديك رجعت لي خلنا رجع الموضوع كانت يدخل لي نناقش وش مش تناقش ولا تطلب حقوق التأليف فنان تونسي كبير عامل دي سوكسي في التسعينات تجيه ثمانية وثلاثين دينار في العام ثمانية وثلاثين دينار حقوق التأليف على الغنيات اي معناتها يلزم يلزم يعادل تنظرهم يلزم نوع من الدكتاتورية كيما عملنا مجلة هذيك المرأة يلزم يجي مع توازير ثقافة سابق شوية مخو ويجي معه حكومة ثمنة ثقافة مهمة من يشرفها عن قريب الحكومة هذي خاطر تشوفوا فماشي خطاب مره ايش بده الثقافة حتى بالخائب ايش بده حتى تسبها ايش بده علينا يلزم يجي ويفرضوا استركتوري يجي هنا يتعدي اللي إذا عادت الكل نعرف موزايك تدفع في نسبة من المشيف الدافير متاحة ايجي كل إذاعة تدفع فاكل وطيليات فاكل رسطوريات فاكل كبريات فاكل كذا انتي ممثل فنين تونس يمشي مصر يغني بش يخلص ألف جنيه يعطيها سبعمية ثلاثمية الحقوق تقليل صحيح نقابة والدنيا متفلق دونك احنا يا اما واحد يجيها الاعادات ريدهم الاعادات نحكي عليهم في وسطهم ديكو بور بوب فاما ببليسيتي في الاعادات كل اكثر حتى في الخطاب عالبابي عودوا فيه والله يقبالة بارك نتفرج كيف كيف فاما بوب في وسط خطاب معناها عليش ما يقعش اعادت النظر وفاما كيما قلت انتي كلكان كي ينبوس الى حد الليل ما فاميش لانو ثقافة ميعتبروهاش اولوية بيه اللي يقول انك غايب محمد علي مش صحيح انتي سنة عملت افليم سمحني بورتو فارينا بيك نعيش تحضر في فيلم يظهل لي صلاح لي ريغال بيه عنوان وجزيرة الغفران ايه في المونتاج ايه السينما والد اقرب لك ورغم ذلك ما تحضرش برشا اللقاءات وغيره ديما مازلت ماخو موقف الهديد شوية بفعل الزمان تاوى الاثنين هديد شوية ايه وماخو موقف ماذبية نتعدى في حسها مثلا مباشر الحقيقة اه على المونتاج والقصاني مش لازم يحطوه عنوان جماعة في السيت ماذبية كي ما قال سيفتح الهديد و هو اخونا الكبير واحنا نمشي وراه كي تحضر في حسها وتقعد اربع خمس سواعة تساجل علش لي ما تخوش حقك صحيح مش معناها مش يتغشوا هما متغشين انا بيدي معاش نمشي باتبيعاتي لكن وليت ننشط اكثر من نظهر قبل ثم نظهر برشا مثلا في وقت معين ثم انيرجي معينة متاع الظهور بشتعرف مشروع وين ساحب مشروع مش معناها الظهور خطر مربوطه برمضان وعندي جملة شهيرة اللي هي ممثل وقت الفراخ حتى حد مسئني الوقت المعاب بيش نعمل فيه يجي يقولوا يا تكبر تواتر شنية ليه يودي يجي يسأني شقعت نعم مهم صحيح فهمتش نقصد ما تماش مشكلة مع حتى انيماتور ولا قناة ولا واحد اما هو في الحوارات بصفة عامة ما عادش فهم ريزونمون في الحوارات ما عادش فهم نبيدي ما يظهر اللي تلقى دليم كي ما كل شي فازد قبل كنت كنجي بحوار نبدأ نعمل استركتور ومقدمة وخاتمة ولا هنا بش نركز العسوجة هذا ولا هنا الاشكالي توا ليه ما نحكيش راني على روحي بجاه ربي لا تلاسقواها فيا زادا جمعت السيتويب حطوا العنوين تحبوا انتو محرر معانتا توا شكوم بشي سب شكوم بشي يعمل شنو المموفور ولينا معانتا نقايم الحوارات يزنك تعملي دقيقة مموفور وخالد حكيلي مرفيت قلينا ما عايتوليش خد ما نعملش ديم موفور ما نسبش العملية لا ولا يعترايوا لا لا مش مشكلة خلينا نقولوا موفان في كيب لا نقولوا نستدعى خالدهو يزة تليغتنا منه عاقل ياسر بشي تفلس فعليا قتلوا انا مرحة قتلوا انا بِلتك استدعيت راني انا بالنسبة للإذاعات سور كلمتوا كمسيتك وكما غيرو راني ماهنى معاناة وليت ودلي يي فاي بارتي معاناة دوست بانو بلي داكتور اللي يحسر ويحهمهنش موجودين في المشهد الاعلامي اكوز دوساة خاطريت انت توا مغير ما ت societ قلت شنو من يقات القوة نقات القوة معنا تواحنا عنا أعمال صورنا وعنا أفلام أجنبية أكثر منها تونسية حتى حد ما قال لنا دو كويس جي وكيفاش وعليش ويجا نحكي وان دي كورتيك انترافاي أرتيستيك ويجا نحكي وشنو اللي صار وشنو اللي ما صار لأ وين فما عركة فما نبزة فما حكاية فما واحد غضبين منك تعركت انت ودالي دالي حب كل حاجة انت انا ملومش ولكن اذا كان نوليو الكل او فينا ممشوز احنا لقاءات متاعي انا لانين الاخرانية هو مارين بالقاضي في اللايف مرة في العام هاو فيلم هاو افن مو عاملو في المخزن هاني انتجت حفلة هاني عملت أفلام معناها اذا ثمح شكون دي عمش عندي تحكي من الارتيستيك متاعك وإلا وقتها هاجو عليك قدمت استيقالة متى حمامات وقتها ورشها قلو قلو ايجا لها بطولة معايشكم ما نجي بش نجي البلاسة واحدة تفكرها لفترة ذيكا ايه معتها اذيك الهيجة الجماعية ما تجيل في حيث كل واحد بش ناسألك انا سؤال بش ما نبداش كي ما اللي حكيت عليهم اذا اعنا اذا في اوقات فراغك تعمل اعمال اشنو المخزن النشاطات الجماعياتي شنو اللي يعبلك وقتك محمد علي المخزن كفضاء ايه تبرشها في الامور جماعياتي وكذي في السنوات ايه عندي جماعية ونعم في التظاهرات التظاهرات شدني بالعام انتج تفليم قصيرة للشباب طوى عندي سبكتاكل اسمه المخزنية حذره دايور عمناه عملت عشرة عروض في عشرة ولايات مدعم سبكتاكل شنوه؟ موسيق موسيق ايه 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 اربعين عنصر على الرقح الملحن عادل بندقة ايه وفريق كامل متكامل والأولاد جايين من الانستيطيون متاع الموسيقى وثم 70% نص جديد وموسيقى جديدة مش الحذرة عودتها او الزيارة عودتها سبكتاكل ايه على غالب كنت بش نعم باش عروض في رمضان ومكتبش هذا هو معناه نلقى روحي dans le monde du spectacle plusieurs cascades وساعة ساعة نحطي كيب تحكي وتمشي وانا وليت انه نجب تروحي شوية بش من خطر واحد يبدأ عنده cascades المماثل يقول لك تنجم تمس لماش دمار كيما تنجم تقول ايه زينة منه بقعت ندوزي اذاك علاش نحكي وشوية تمثيل نكامل معاك بل ما نمشي للخلد اخر عمالك جون القايرة ودرنانا حضورك سيد كوميت ولا ما عارش يتسميه اكثر من عمال درامية عمناه والما عانت خذيت جايز تحسم مثل كوميدي تايم التسمية هي اللي صار عليه برشا نقاش كوميدي سلسلة كوميدي حسيلو نجيب في درنانا وكتيبة جديدة متاع يونس الفرح يعطي الصحة محمد علي ميهوب اكتشاف عمناه كمخرج ان شاء الله نرواه ما يمغيبش علينا فكانت سيريذية تبكي والضحك معناه فما دراما وثما تراجيك وثما كوميك فلقات استحسين معناه عند اهل الميدان وشوية جمهور اكثر من الجمهور العريف اي فما برشا اعمال يظلموا في وسط الزخم يخليك تكون بعيد بعيد على الزحمة بعيد على الزحمة وفما واللغة يلزم تصير في الحلقات الاولى بشتشبد الجمهور فما حاجات كوميرسيال لازمك تعملهم اين كان العمل هو درنانا 24 حلقة اي والسيدة مونة النوردين رب يفضلها ونواجه لها تحية عملت قلب والناس كلها دايور رباب استرائيلي اكتشاف عمناه الكونفرماسيون طاوة في النوبا نوبا بوشنيخ كان شيخ برشا عالسيري وكنا نتعدى وزوس في نسمة خاطر وقتها وفي نفس الوقت نوع جديد الناس تستنى فيه بشي يعملوا الدو والان وانا ضد انه حاجة تنجح نعمل الثانية والثالثة والرامة على خاطر انك ممثل بذا بي نعيش الحالة ذيكا سهي كملت نتعدى الحاجة المنتجي واللي خاف يقولك ديما السيزان دو دخلي فلوس اكثر من لولا وليت ما وليت زادة وضعية مأساوية وليت المنتجي يقولك سيزان لول خاسر فالدو الرجع شوي معتها وضعي مأساوية شوي ديجا معت عفض المماثل كوميدي كيخذيتها رجعت رجعت حقق من برشا بدأوا يحكي وقلوا لا يدلي ما يضحكش ومش كوميديو مش كذا هو في الدوامة الحقيقة الدوامة المسلسل شخصية ديك ليه أكبر من عمري وعطيتها من الفيكوم تاعي وخدمت لها بالقدام مع المخرج ومع اللي كيبل كلها خليت انه بعديك ثم أفلام آه يقولك أبو صرا هو ينجم يعمل هكا المشكلة اللي ديما نتناقش فيها وخالد الساعات المخرج أو مساعد أو اللي يعمل كاستينج كيما قال بكري فتحي ثم شكون يزمو يبدأ اختصاصه الكاستينج خطرها مهنة وحدها انه يعرف يختار الممثل ويقترحها المخرج وهو اللي يختار في الأخير توصنت سبالحسن قبيلي معانت المرأة عاملة في التسعينيات عشرة ولا خمستاش من أشهر لفليم في تونس اي قالت عايتولي سبه ونور ونوري بالدنيا عايتلي مخرج في مسلسل أول مسلسل ليه قال لي شكونك أنت ما نعرفكش معانتا دي جاء أول سؤال ما خيبه اي خايب ياسف ما تعرفتك اللي قالت معانتا بمعنى يعني علش الاختصاص في الكاستينغ حاجة من الحاجات لازم تسير مي الكاستينغ رو مو مزايا وانتي معتا طول أدوار الثانوية دليل مو نعملهم مزايا الكاستينغ واني نحيتك وحطيتك معتا كل شي داخل بعض ظهر بالكشف اللي المسلسل كي تبدأ ألشيمية طاقة كيميا كيم يقولون في الشرق مبعاظهم المخرج السيناريست الديالوجيست اللي يعمل الكاستينغ والممثلين كما الكمبانية تياترال علش نوبة طاقة ناخده ناجحة على خط اللمة مسرحية قبل كل شي بعدك تولي صديقة ومحبة ومودة لكن رأوا فما احترام وثما صنعة ولكلهم يراجعوا شخصيتهم وعبد الحميد يلاقي معهم الجو هذيك خطره هو تلعى عن رقح كاكتور جرب كميترانسين في التياتر ويدور ما بين أصحابه ويعرف يقول لك ما نعملش كاستينغ نكتب للأكتور وهذه أعطات الزبدة متاحها عمل متميز على خطر فيه المحبة هذية والحرفة هذي كل حلقة تقول شنو خطر زادة يعرفوا بعضهم ليح يعنيها يخرج لبداع وخلقوا منذ هما خلقوا منذ وحدهم متاحهم فهمتني فهم ثلاثي أربع من الناس أطور دعاب الحميد معهم النوايو النوايو كتبوا هما زادة الخرافة متاع النوبة يفو باوبلي ومن بعد تفرم أترافير دوتر برسوناج وحل حكايت متاعه المهم هو هذي اللي احنا ديما نطلبوه كل أناتولية دي كريتور ولما كي تبدأ لما خشينا ولما باهية والناس تعرف بعضها وفهم الصدق في المعاملات والخرافة ماشية وفي كان في الكندكتور واضح ببينة الناس كل وفهم الكانكي شابوت اللي هو عبد الحميد وفهم اللي مودة ذاك ويلعب على النوستالجي فو باوبلي زادة النوبة شد خطري لي نوستالجيك يعني هذي انتي تتفرش في التالب زي ريحت البخور قريب تشمها والضربة والزغريتة احنا في عمرنا مثلا نحبه التسعينيات احنا عشت في النوبة احنا حقانية عشت فيها احنا مش نحبه برك احنا هاربين من الواقع متاعنا خلينا زادة صراحة دايرا هاربين من الواقع نشوفه في واقع اقتصادي اجتماعي سياسي معناها ناس فادة وقالقة فعلش انا نقول انو الماجي دا النوبة سي لدي سي الفكرة متاحها في حد ذاتها معناها كيفاش خلقها الفكرة وزراعها غادي وبناء غادي داك هو مشي يقول لك انا لكوني امتي بو لعباد اشتحب وشنو اللي تستنى فالانتليجنس هنه تم برشة ثكي اي ثكي ومبعد وثكاوين زادة تخطر هذة سي با سوفيزان اذا كما تكونش سنيعي وتكون تعرف كيفاش تخدم تناجم كلها تتح في الماء التصوير معناها انتي تشوف ديكوباج تشوف تاريخ الكاميرا كيفاش تدور تشوف الكاميرا كيفاش قريبة للممثلين وياخد في برشة دي جروب لان ويحط فيهم ويعرف كيفاش يصورهم احنا نعرف المعاملات زادة المخرج يحب بالممثل ترى الابداع اذاك عليش مقولو سيذري مقولو كينهم ما همش يمثلوا يلا خالد هويسا محمد علي بن جمع ضيوفنا اليوم في رمضان شو خالد انتي سبع وشين ما شاركتش فيه بارشا اكيد بعثولك على الفيسبوك بارشا بارشا قالوك الحمد لله اللي مشاركتش بارشا بعثولي بارشا بارشا بعثولي بارشا اي وكتبوا بارشا وانتي كما اي وانتي كما اي واحد اكيد تحب تحافظ على اخليقية المهنة مستحيل مستحيل بش تقول الحمدل اللي مشاركتش لا ما نحبش نقول احترام ما نحبش نقول خاطر فما ناس تخدم وفما زملاء تخدم وفما عبيد نعرف لا اما قل لي هل السيناريو كان قريته كما اللي تعادى شوف خلينا خلينا ودالي هاو معانا في النقاش هذا الفن اللي نعملو فيه هذا فن حي معناها المكتوب با فرسيما ما يشاهد على الصورة معناها فما تحركات وفما برش حاجات السيناريو اللي امبرطان انه الفكرة والسيناريو يكون به معناها فيه ما يتماش بش نقول واحدة احكي لي عنه على سبع وش من بعد كنت انباس للإكزيكوسيون دي ترافاي برش حاجات هم يقولوا مية وخمسة مشهد ما تصوروش انتي قريت شوية انا قريت وفيه برش حاجات به كتابت وعنده ما يقول ولكن من بعد انا مثلا رأى انه تزرب ما تنجم مش تخدم عمل انا كيقريت وقعت بهت قلت مستحيل بميزانية كمان هكا ينجم يصدم ويختب وخذيش طرها تجاه ولا وخذيش طرها على حسب ما سمعت فاولا نزرب كارو استنى كارو رزنو اكثر كارو وقع اعادة الحوارات لانو الحوار مهم مهم جدا كارو ان ديركتور دو كاست ولكن فما ميزانية معناها برشا حاجات غالطة خلات انو العمل ما يكون الكاستينغ والحوارات ممكن كما كان يحكي فتح الهداوي نرجع لزيدا للمشكلة منتج يا اخويا تستنى ما تقوليش راني مخرج شيكيت وراني واحل كده يا اخويا منتج مش كوصو تكون منتج عندك يا اخويا مليار زوز حطو في كونت وتحكم اي لانو لان واحدكي 27 من المفروض را وقف وروت عمل العام الجاي في العقل مثلا والكاستينغ حق يكون اقوى شوية وانا ديما نعتبر انو لجي من ندخلش ووضوع هذية لا لا منش ندعب لا لا اما ملاحظة الكمال الناس اللي بعتنه نرجع معناها انا يظهر لي برشا على انسان انو يكون صاحب فكرة وسيناريست وكاتب الحوار ومنتج ومخرج وممثل في نفس الوقت سان جرابل مستحيل نعتذر نعتذر عبد الحميد عبد الحميد صاحب فكرة وسيناريو وممثل ومخرج وكلنا نشكروا فيه ممثل كات سيكوانس مثل شمثل هو ظهور صغير حتى حتى مثل في بلاستر شكور يعني المقيس انك تكون هذا الكل ينجم يخطف كما ما يخطفش شوف عبد الحميد عمل العمل اللي هو النوباء وعمل دشرة وعمل أشياء أخرى فكما قلوا احنا النجاح سابق انت كيتزدم اول عام وكل شي وشوية تواضع شوية تواضع لا لا برشة معناها لا يعني كان يتحلب شوية تواضع ويجيب كاست أقوى لا مش حتى على الكاست انه من نجموش نعملوا كل شي مع بعض جستما انت في حوارك معنا سمحني قلت انه سبب انصحابك الاختلاف كمية العقد كنا معزوز قال مية ولمتين دينار زي دا ما هوش سبب فما سبب آخر بالحق خليتان سحب بارمادي بش نثبت منك قل الحقيقة خالد شنو مية ولمتين دينار يعني قال ما نظنش كان اختلاف على مية ولمتين دينار في النهار ولكذي كان ينجم يكون سبب انصحاب هل فما سبب يعني ما حتى سبب ما تفح منيش وكهو ما نحبش نرجال وانا لحديث ريشت شم الممثل شوف ارضا والدين توا اللي سار سار خلق يقولش رو ما يقول لنا شي رو احنا ديش منعرفوش غلا حتى سحابي ما نحكيوش معنا في مواضيع ما يقولش لانه ما خدمش ما كتبش كهو فتل حكي حتى مع المنارة كيف كيف عليش ما سيبون المنارة اكثر واحد مرجني باللسلة السيد اللي قدامك وصاحبك وكذي وما تقولش وليش معناها ما عنديش اعطيني الفقافة العامة انهو كان دورك في سبع عشر هو كان هشام رستم ولكن في لما اخر في لما اخر مهوش نفس ختمناش في نفس العمر وما لكن كانت لما اخر اما زوجته صغيرة زوجته صغيرة طبعا اي حكاية اخرى كانت نحكي في المسلسل اي نعرف 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 وقالوا هذا كرام عزوز قلت وانتي فاجي وش نوريك في المسلسل هني عطيت كرائي كان من المستحسن انه يكون عنده ميزانية اكثر ويتخدم برشة رياض صحيح اللي فيه فيه برشة خانات صحيح ما يغينا دير انتي كنت رمضان السنة مش كون حاضر في مشاعر ولكن للأسف الكورونا هي اللي وي مشاعر كنا مش نصوره ولكن وقف التصوير قبل فيه برشة جانب خرجه من تونس في روحو للزاير والي روحو لتوركيا في المسلسلات اللي تعديت رمضان السنة شنو الكودكر متاعك في كلمة وشنو خيبة الأمال أنا عجبوني جوز أعمال تبعاتهم اللي هما ولاد مفيدة والنوبة ولاد مفيدة نعتبر انه الخدمة بصراحة تريزة من طرف ساوسن الجوم اني خدمة ممتازة جدا واني فودوا لديركسون داكتور تحس الممثني لكل معناها في مستوى كبير ومعناها تحس فما خدمة على البتتالي تقنيا هكشفت معناها محليها خدمتها وفيها برشة جستيس وحتى الممثلين اللي خدموا معها يقولوه الكلام هذا وهي ساوسن عندها سنين موجودة حتى مع سيمي ولا قبل ولا فيها عمال سينمائية موجودة معناها عندها بلوس ك بون ديزان داني فبرافو لها سنين وشابو على عملت وانو بزيد اللي كنتحكالي وخايبة الأمل أنا حيلي سبعة وشين مش خايبة أمل ولكن طوى مثلا شفت قلب الذيب قلب الذيب تشوف تصويرها محليها متاع بشير مهبولي صورة جميلة ونعتبر انو بسين برافو عليها انو سضم في حلمها كيما نهاكا ومشنربح ومخرج اخر ينجم يذيف برشة للدراما ولكن ربما الجانب التاريخي اللي هما قالوا مهوش تاريخي ولكن ما تخذاش بعي الاعتبار لانو في الفترة هديك كنت نجم تمشي في سنايا اخرين الفلاقة فيهم برشة خوار وبرشة حكايات وبرشة دنيا وعالم كبير ففما شوية تشتت في القصة ولكن جلوبالما عمل مهوش خايب بالعكس يعني يعني رينا شوية ثريشور سنايا معنا رينا برشة وجوه برشة دي سيكونس بهين نسهل لك سي محمد علي بن جمعة سألت على محمد علي الاخر كي عمل لك سي دون بيانسير بيانسير كلمتو هاي هاي ملا فجأة لليه ولطفة علي هاي ان شاء الله لباس سطر ربي معنا حمد الله دليل قوي عندو شجاعة كبيرة وسطر ربي وحمد الله معاه ناس ومعاه طبة يجري ومعاه حمد الله عليه هاي بيانسير لطفة علي انا دي ما يجري كلمتو برشة مرة قبل بارك كنت معاه في التليفون وساك حاج علي لا والله ما يجبط ناس ولكن اولا لطفة علي وحمد الله لباس خاطر ضربة كبيرة علي ما حكيلي هو ولكن لباس لباس الحمد الله معنا غسرة وتعدات لطفة علي استر ربي انتي عامني قلقك شويكي قال عليك مش كوميديو كذي سالكتوها بعد رجعتو وصحابك العادة في وضعيته هو طو من جي مش نحكي شني وضعيته لباس ليه ما تصور نوت البولو اللطف وكهو لطفة علي معناه كهو اي معناه فمت طو بربدي نوفل بش انت تاريك تكسيبونا نوفل السؤال السؤال كودكور والدنيا مش تقولولي لا لا سمح معاها السؤال متاعك غريب جدا عليش خاطر تسأل على صحة معامد علي ومبعض كله دي بتنجم تحكي خاطر خاطر عملي وليش بدي عليك معناه ستجور المام ريفلكس لا 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 ما قلتش ما قلتش بينصير مش مش عادة حوار أما لابس علي لابس علي وسمباتيك مهوش في وضعي خائبة هاي والثقافي تحبوا يتحدش بي جمهورية الثقافة هنا ليه ليه ما هو شو نقولكم معنا نغلط كي نبدأ نفضفض سعاد أما يلزم أنسرتاني كيليبر يلزم كوثر الذك في الدجيتال تلقى عنوين تقولو مش الثقافة هي فن أو لا تكون يلزم تلقى عنوين صحيح وليه كوثر سي صالح يلزم يحط لي من قبلها ليه بلعكس هات هات وإحنا جينا وحابين عبيد ما شاركوش وعبيد عندهم خبرة بش نعطي ورايكم ليه على قتلك تصلحت به على يقتك ولا ليه تصلحت من عمناول هو عطاني معناها غمزة رجعت له لكمة سهلة ودايور كلم يتلع صحيح مبعد قتله وصبر شوية وتفرج خاطر الحلقة الثالثة قال كذا 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 يخي قتله أنا الأيام وبيننا ستثبت أني العمل هذي مهم نصبر شوية اخي تحطت في العنوان الأيام وبيننا كينا مش نتحلق فيه وأنا منقصدش نتحلق فيه طيب هكذا أي مسيلش أما أسمح للعنوان أنها تكون كما تحضر فما عنوان في الإعليم رو منقبل فما عنوان تحريضية فما عنوان إخبارية فما عنوان تشويقية فما عنوان ماست فما العنوان كل موجودة معنى كل حد يخدم على روحه بار كونتر مثلا مش ناس كسؤيل ماست على الأخر إسنة رابورتي مثلو أي أرى كنتي كعمل ترابة يسر هيجو عليك معتها ما تتخلقش كرابورتي مثلو أول حاجة ما صارتش لهابت وممثلين عملوا مظاهرة لثانا حتى أكتور ما تكلم على الموضوع ذي برعكس عملوا إذاب تعرفني أنا دخولي بش ندز ونقول روح الفن ذي روح فن مهم تتفكر قد عند هل حقيقة ماش ناسية تاو ظهر لي فن ذي مهم معنى ديما ميصبروش عليك يقول حاجة أصبرت ترا سيناء الوليد معنى سان فارا وكفان ومتاع قولت ترا هذيك كل ما عملوا إضافة ما اسمو حليم زي داير نحيي حليم وقت اللي أنا عملت تراه بقالش مدخل وكذي أصبروا بشوية يجمعنا الكل أسماء بن أحمد تبارك الله عليها تبارك الله عليها في الإموسيون في الغناء في الصوت في الحضور الكاميرات حبها أسماء بن عثمان وقته عملت في اللاييم وعملت في حكايات تونسية معنى ما فميش مشكلة شفت قديها في الآخر المسرح يحلي دي للنس الكل إنه مغني يمثل سناء يسر يفيسوا جمعات المسرح بالحق يفيسوا الأدوار الكل يقول كريد خاطر متكون في المسرح ريد خاطر عم مسرح بالحق كانك تقول لي سناء برشة برشة جمعت مسرح جنجلوا علينا كانك تقول لي فيلم داكسيون وأنا نقول لك رو عامل سانتير نوار كاراتي بسحيطة تقول لي ياش بي طاح وليبس نقول لك ليه عنده تروازيام دان حتى نيكو ذاك اللي يعمل اللايكيدو عنده كرش أما الخدمة معناها بش تسألني كوتكور قبل ما نسألك الممثلين والنقاد اللي قاعدين يعطيوا أراءهم على الانترنت ما تراوش اللي يفهم جري سيفيته شوية في التعبير على الأراء خالده بعد دالي بش نسألك خالد برشة ما تراوش اللي يفهم تطيح شوية قدرش عاد في الأراء مثلا نجم تقول رو ما عجبنيش العمل نجم تعترايك ما غير أنك تولي تشتم في الناس ولا تشتم في الأعمال وخاصة قتلك فما فما كلام تنجم ولكن ما غير تجريح ما غير فما ناس خدمت فما ناس تعبت وأحنا نعرفوه أحنا في وردة وكتاب ما نخدمنا مبعضنا وسمعنا لعمرنا ما سمعناه معناها من ناس اللي حبت تخدم فيه العمل أما ما خدموش فيه معناها ما فهمش على الأقل احترم نفسك احترم الخاتر العبادة دوك مش تعاود تقابلهم مش تعاود تشوفهم مش تعاود تخدم معهم تنجم ما يعجبكش عاود صحيح ما يعجبكش وعطي رايك ما يعجبكش عطي رايك وانتهي وكه شفت اجريسيفيته في الأراء المتجدد له شفت حالتين فيهم اكسي شفت برشة شكر الأيقونة العملاقة العملاق رأوا هذي كلام شرقي رأوا شرقي على الأخر وفي برشة ماذا بينا ونوليهم نسميوا أمير الشاشة عزدين الإثارة الأخر ترشلية هذي جميلة الجميلات أميرة الإكران عليها عليها نستشرقوا هكا عليها صحي وفم حاجة أخرى ياسر شكر وياسر نقد يمكن زادة بيك يتشكر أما زادة بذكاة واحدة واحدة مسكين ولاية صغيرة عليها تغروا ويدخل بعض وزادة يتمهمش يتمهمش فش تاش فش يعمل فش يجيك لهنا فش يجيك لهنا وزادة ما تدمروش بالنقد لا تصير كارثة معناها الزكسي موجودين يمكن زادة الحسرة والكورونا والبطالة والغزول والغيرة هذي كل موجود يغزلوا ملانج وثم زادة لوبي احنا مع جماعة تضوكم احنا مع جماعة تضوما احنا مع جماعة كما قال خادمة تعرش على روحك عم جايش كون معنا فريق بيانسور يلزم الهدي يلزم برشار تعتيريك اما ما تكبرش ما تقلهش معتها فم مثلا انا حلقة من مسلسل ما عجبونيش واللي تحاشى ما نجمش قول ما عجبونيش يتهموني بالخينة كان نقول ما عجبونيش اي والله معتها حتى نتهموني بالخينة كان نقول ما عجبونيش يمكن بالحجري عرضه العبيد فم مواطنين عاديين وهي جا ولا الناس تحمش فيه ولا ما نفهمش حتى اعطيني ثم هوليغانس في الثقافة ما فم كان هوليغانس في الثقافة والدراما كما قال ستوفيق الجبالي راه ومعاش تقولوا عليها دراما عربتك دراما أعطيني الكودكورو خيبة الأمل قبل ما نمشول الأعمال التفصيل أنا كودكور نوبا من عام ناوي من عام ناوي على خاطر أنا النوبا الأصلانية خدمت فيها وبرفت فيها وسفرت معاهم وعشت وأنا عمري عشرين واثنين وعشرين سنة النوبا كنوبا كنت دونسور وكنت ممثل في فرقة فاضل جزيري ياخي حبي يعطينا كادو هزنا جي أثناش نواحد فرقة كاملة منه مصالح ميلاد الله يرحم الزيني موك والله يرحم التوفيق البحري يا ربي فاضلو يادى زاكتور مشيوا للنوبا تا باريس وكان أول في حياتي لباريس عام ثلين وتسعين رمضان مارس مشينا الغادي نحكي لك التعملول لني التعملول ها تيني نمروك ها تيني نمروك ها تيني تعملول لني بعد نلقى اونيفير استيتيك شاعري جو داكتور موفمونت كاميرا الكل الكل موجودة صحيح ومن بعد انا راني تبعت خطوات لولا متاع بوشنيق عبد الحميد كي عمل كورميتراج اللونميتراج كي عمل البييس كيمثل في البييس وهو من اخراج حافيز ذو والفرنساوي وعايشة مبارك البييس هذي خدمت في الانستيطوت الفرنسيز اليفت المسرحي يخدم كازيمودو يا بابا يخدم على ريفرنس كبيرة هو كاكتور مقنع خدمت معاه خدمنا مع بعضنا في التياتر وكنت نحكي معاه في التياتر وفي الكل وراء تعالى في التياتر انسان جايب شوية وعنده عالم وهذا راوم وهيش موجودة عند الناس كل انه خطر اليفترانس احنا كلنا عنده اليفترانس اللي عملوا سينيما ولا مسلسل اما هو عنده العالم متاعه وهذي شاب باب خيبة الامل عادة نقول لك ولاد مفيدة زادة خطر فيها عناصر جديدة متميزة معزل كديري قبيل السياري وشكون اخر يدي زاكتور تزيد وخطر نجلة 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 سارة حناشي سارة حناشي سارة حناشي وفتحي حتى فتحي دخوله من عمناول ثم هو كان مش يعمل هكا يقول هكا في الثالثة في الثالثة يوفر حل يليجي ميمشي للسادسة فثم خدمة وصنعة وعننا زادة نقوله مبروك علينا مخرجة جديدة صحيح هي مهيش جديدة لكن طولت إخراج 100% لكن في الإخراج بتدري 90% مثلا الخيبة الأمل هني جايك مع عبد الحميد بوش نيقل لعشرة معاك على ما خممش فيك في نوبا خمم فيه في مشاريع آخرين ان شاء الله جايين في سينيما عندكم مشاريع حكينا حكينا سفرنا مبعضنا آخر مرة المهرجين أحكينا في النوبا ما خممش فيها والله أنا ماذا بينا أسأله سؤالة ذاية لكن أما بيسكو النوبا ماشية بتبعاتها ثم شخصية تزيدوا ما رانيش فيهم ما قوله هذا حقه معناه قرار كنت أصلاً ولد نوبا كنت تنجم التيراني يبدأ حاضر أسأله ما نعرش ولا ما نعرش صحيح وعمري ما سألته وعمري اللي اقترحت عليه ووالا خيبة الأمل خيبة الأمل ثم تاقة القضية هذيك 86 العميل 86 ما تفرج فيه ما تفرجوش فيه برشة شفت خيبة الأمل فيش إنه التفل جاب زاده زواده وعلاقاته والبرة والصين والجنسيات هذيك الكلها اخساره ما استنياش وعمل يمكن أكثر فلوس أكثر خبرة مخرج يكون متمكن فنفهم اللي معزل كديري حب يعاون ويوقف معاه مساندة نحييه على المجهود لكن خيبة أمن إنه اخساره مجهود كما ذاك يتعدى كأنه مسلسل أماتور أي من با نقدوه مع انت سمعني اللي ممكن حتى فانت سيتي سمع محظوظ من با نقدوه ما تفرجوش فيه برشا بصراحة معتها حتى جاني معزل كديري من با سألتوا لي المصرف وفانت سيت المدلبي ما نحكيش عليه ما نحكيش عليه ياسر تحكي عليه وردود الفعل متاع الممثلين والممثلات والمخرج متاعرش عليها إنه جم يستنيك في الدورة بعد قطع تيرايك وكل ما ترد فعلي يقول لك محرشين وخاطروا يخدم في قناته كذير قالوا لكم افهمونا راو فانت سيت راو مسلسل ومشي تعمل على الجيش وكذير وبارش ناس تناوه رانا كي نشوفوا الاختيار في مصر معناتها كيفاش تعمل الاختيار وثم في ترك زدها مسلسل على الجيش تريزة والإمكانيات وكذير منحقنا منحقنا خريط أمل بيه بش نسألكم تراه معتها أهم الأعمال اللي انتي اللي انتي قد اشتعطيها النوت على عشرة أولاد مفيدة محمد علي على عشرة سبعة ونص قلب ذيب ستة ونص نوبة مانيا ونص سبعة وعشرين ونص دنيا أخرى دنيا أخرى تخلنا للذمار توا ما نعرش ايفيتيلي ذمار نوف عندي عشر سين ما تقبلناش فك علينا ما الظمار فك علينا ما الظمار الظمار والفكاهة والكاشي كاشو من نجمهمش معتيرامي للكاشي كاشو معتأقل من النص اللي عطيتو لا ما نعطيش أول سيجي ما أنا ما نش فكاهي وما نش كوميك وعمليه الغلط تي لا لا عطي سبا وعط صلحنا الغلط لا لا اختال اختال هذوم كل اعطيهم دي واحد 2050 50 سجوند عطيها الخارج دخلي أحكي 2050 2050 عندي موش جوي تعب تعب بالعكس بي يلا المعلم صديقي ولد مفيدة قدش تعطيها لعشرة ثمانية قلب ذيب ستة النوبة ثمانية 27 4 دنيا أخرى ما شفتهم مش دنيا أخرى حاجة صحي والمريض والله ما شفتهم بالكل 2050 شفتوا والسيناريو به أنا عجبني السيناريو بتاع 2050 خدمة به هش قعد فيه خلالي ما عجبني قالت هما ديبلوماسية بالسيناريو ذي لا 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 بالحق الحكاية حلوة هو عندي مشكلة في الأسوات المعروفة من جمش سمحوا في بوسا كرو نحكيلك حكاية احنا ظهر في مكجايفر استنسنا بصوت مكجايفر مشيت السنوات مشيت مشيت يعمل لك صوته الفرنساوي فليب تعمل مع بطل اخدم في برسوناج اخر نتقلق بروس ويلي صوته ريتو يخدم في صوته هو ودانس الواشنطن هذي حكاية تلاسوات مش معنا اما الحكاية مشكلة فيك خاطر في العالم صوتها معروف باللي بوب تجي في شخصية متع ربو ولا متع حكاية نتفكر البوب يسمش معك بوب يخلصوه اكثر من الاخرية محمد علي النجم انا زد نقول لك رك مثلت لدور بوكسور وما نحبكش تمثل لدور ما خفتش هذي ما خفتش معتها دليرك مثلت لكوارجي ما نحبكش تمثل مثلا سياسي لانك شفت الكوارجي في مقر نقدم تعمماتي اللي تعمل فيه سامح صوت سنوية ووجهك ما اهم الوجه ولا الصوت الصوت مهم تنجم تكون حاجة شخصية شوية منك مهي شك عندي مشكلة مع ثلاثة لحظة يعني حاجة شخصية معتها ذوق شخصي نقصد ريت جعفر قديش عامل من صوت في وسط الفين وخمسين زوز يظلي أكثر ثلاثة ثلاثة فهمت والجامة متاع الصوت رأي جامة واحدة نجم تقلد مرة اثنين تقصد في الأداء متاع الصوت نقصد في الكاليتي دو فوا ركست في مخي في سبوت وفي عمل معين تقصد الأداء متاع الصوت هذا محمد علي الريتم متاع قوي علي عشر سنين تقلق يا انا يا انا ولا لي ولا لي لا لي سيرتوا فاصل الأصوات شهرين قاعدت ما حكيت مع حد وعدي في الدار الانرجي كبيرة ولا لي ولا لي بعيد عدراما نجم ونرجعوا فصيف للعروض مثلا المخازنية نجم يعرض فصيف إذا فهم العروض ولا غيره جسبر خطر مشكلة كبيرة القطاع الميزيسيان والفنانين الناس اللي تخدم معناها عالرقح والتيكنيسيان التيكنيسيان رأوا كي نسمع مشاكل الناس ما خلصوش هي معناها حاجة توجي على القلب برا بكري نسمع فيكم تحكي مع فتحي وثما التيكنيسيان متقفلين الناس ما خلصوش بالعام وبالستة شهر معناها هو فريلانس يخدم ويستقاط من الصنع متاعه ما تخلصوش شو معناها واضح بالله عندي سؤال مقفى انوافق عليه وقالت انه حب مراقص سمعت التصريح سمعت وحكيت حاجات خرين زادة اهي ابر المحبة اي اي ما هو انا اكبر منها في العمر وانا اريتها في حاجات وكنت كيما تقول انت اجام يعني انك ترحها في حاجات وسوس الممثلة كبيرة وصديقة زادة عزيزة احربت من سؤال يعني هي كانت تحبني حتى انا كنت تحبها شنين اي فلا اي معمورنا مخرجنا مبعضنا تحبها هكا في رمضان ليه ليه مش للدرجة هذي ليه انتي كانت ثبت في برشة 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 سحابي رو برشة في الميدان سحابي انا عمري خمسين سنين انا وفلا نعرف معناها وبدأت صغير في المهنة برشة سحابي وبرشة صارت صار الخصام وصارت المحبة وكل شي معناها معناها حاجة عادية معناها صحيح خالد عشرة سنين تقريبا عندك اثناش الفين وثمانية اقل لا لا عشرة سنين عشرة سنين عشرة سنين مالي نعرف مبعضنا دوزة 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 في التلفزة تتسمى مظلوم شوي لانو ادوارك مش من نوع المخرجين هكا ما يفرحوش بيك كثير ما لازم بصفة عامة معتا سنين بالخليط اللي موجود انا مع عمري ما كنت نتصور مع عمري ما كنت معناها ما كانش الهاجس متاعي اني نمشي للشاشة ولكن سين كور كور دوزة دوزة ودخلت السينيما انا جيت مردود دو تياتر نعم في التياتر غرام غرام في التياتر ومن بعد كبرت الحلمة وتخنا للمجال وكل شي من بعد المخرجين المخرجين بصفة عامة احنا نفهم ممثلين عندهم 40 سنة يمثلوا في نفس الأدوارة معناها نعرفوهم يسون كاتالوجي واضحين هذية بخل كذلك من بعد المخرجين في التعطل بزا البرحة تمثل ام سمحني جيت احذينا قالت كان مزل واحد يعيط لي على دور امر بش نرفض شكون مدام دليلة مفتاحي قالت مزل واحد شعيط لي امر بش نرفض والعلاقل حب ام خايبة مهم لوليدها هذية خاطر الكاستينج في جمع عندي انا الام السنة لطيفة القفسي هذية اش معناها ممثل في سيكونس او اثنين يقول لك عسلام اراني انا مش هذيك اللي دي ما تعيتوني اراني حجوخرة وهذية هو معناها احنا الاختلاف انا الاختلاف في الأدوار عملته على المسر مع توفيق جبالي في العديد من البيس دو تياتر وعبد الحميد وسي توفيق وعاطف وكل شيء يعرف وحتى دليل يعرف فمن بعد في التلفزة فما ادوار نشحت برشة اكثر من ادوار اخرى اللي هما مختلفين ولكن انا طوال الاختلاف اللي نعمل فيه مع الافلام الاجنبية نعمل فيه في توزر مثلا في العمل الاجنبي الروسي اللي محمد علي مبعضنا فيه نعمل فيه مع مخرج انجليزي اللي هو عنطوني وولر في تريدر نعمل فيه مع سمير نصر اللي هو مخرج كذلك مصري في عمل عربي مهم اسمه شرف فالتنوعات يشوفوا فيها الاجنب اكثر من اللي يشوف فيها التوينسا لانه التوينسا تيو كاتالوجي انا نجحت هنا انا مثلا في دور نعورة الهواء عايتولي العديد من المخرجين نتعى السينما ورفضت وطولهم سامحوني ليه ما نحبش يا فما ادوار اخرى ونتنوع ونكسر وعليش انا مثلا عمركشي شفت انتي كاميل التوينسا كي ما شفناه سنة جميع عمركشي شفت فتح فتح يخدم على النوتة معينة نعرفوها التشيخ الممثل على الأخير وبعض المتفرج ليه مش شيخ اي ممثل اللي يجدوا ثم ادوار رهيبة تشيخ بهم ادوار المجنون البسيكوبات المريض المهبول الروحانيات المتصوف نسينا فتح الهدوي في الرئيس في الرئيس جنون اخر حكاية نتع جميل النجاري حكاية اخرى ني بالضبط مش كونت كان يقول معناه فتح يكسر يمشي في المهجة ديك ويمشي في الكوميك هنا المخرج هو اللي يقترح يعتك صح وسؤال الأخير هللي أنه دائرتك ذيقة ما تحكيش برشة ما تكشفش ما تصهرش برشة حاجة من الحاجات تسكرت عليك يرقد العشرة فامة منه معناها مالورزمون مالورزمون موجود معناها فامة منه ما عنديش برشة ماشي وجاي ما عنديش برشة خلطة هني قلت لك أنا نظرتي للفن ونظرتي للفن وأترمون أنا نخدم بور اتر ان جران تاكتور مانيش نخدم شو كون مشهور ولا معروف ولا يقول تيان هنا نعرفو كل شي لأ نحب كي نخدم نخدم خدمة صحيحة ويقولوا تيان الترافاي جوست تلبان صحيح فهذاك الهاجس اللي عندي ما عنديش ديما نقول فما ناس تفهم فما ناس تمن بيك فما ناس تراك اترمان فما ناس كي تعيي أنا توا مثلا المخرجين في السينما اخر عمل كي عملتوا في الجيدة مع سالما بكر وكان عمل ذي قالتلي لأ بروشان فو جو في يكرير انترك بورتوى خطر هذا المهم بنسبة لك خطر كي تهبت للميدان في حاجات اخرى يعرفو دوكوات ويكاباب ويكاباستي وجربنا مع مخرجين اجانب وتشوف معناها ردود الافحال فتقول عليش انت في اعمال درامية وخاصة في رمضان قداش عنا من العام نستنيوا في كامال تويتي انه يخرج يرجع للدراما يحسروك معناها طبيعة الانتاج مملة ومتعبة وديما مزروبة على ديرنير منوت خالده ويسا يعطيك الصحة نحب قولك عيدك مبروك سيمو حمد علي بنجمع وحشتك برشا وفرحة اللي شفتك اشال عيدك مبروك كل عام وتي بخير وانشاء الله ديما ناجحين وديما متقلقين يعيش يعطيك صحة شكرا للي كيب كاملة اللي معنا بشجيكم عندك كيب دوفير تباركالة تباركالة عليهم معتها كيب كاملة نحب في الويب حسيم كاثر في الاخراج الرقمي هايثم شريب في الديجيتال صالح معايا مخر ستندار وائل رئيس تحرير سناف لعدد عمر